في الحوارات الاستراتيجية التي جمعت بغداد وواشنطن ترسخ للعقل السياسي بين الإداراتين الإراقية والأمريكية الاتفاق على ورقة ثابتة لا تتغير مع اختلاف الظروف السياسية الداخلية في البلاد وتلك ثوابت واشنطن حين يتعلق الأمر بضمان استقرار المنطقة مع يقينها التام أن العراق صمم أمان مهم للغاية في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة العربية والعلاقة الغربية مع طهران والتي تتأرجح على طاولة الاتفاق النووي وشروطه وتنازلاته الرؤية الأمريكية أصبحت أكثر نضوجا بعد دخول بغداد في دوامة أزمات وخلافات فاقمت لغة الانسداد حيث واشنطن التي تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة بالغة وحرصها الشديد على سماع صوت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادات الأخرى في القوى السياسية التي يشكل الإطار التنسقي قطبها الآخر رؤية مرتبطة وثيقا مع إيمان واشنطن القاطع بدور العراق المهم في الحوار بين الإدارة الأمريكية وطهران ومن هنا تأتي إجابة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف بالحديث عن أولوية الرئيس الأمريكي جو بايدن وخصوصا الخارجية إذ الاهتمام باستقرار العراق وأمنه وتلك الرؤية تتوافق مع موقف المجتمع الدولي الذي نوه في الأيام القليلة الماضية إلى عدم سماحه بانفلات الأمور في العراق أمريكا تؤكد أهمية السيادة عبر احترام مؤسسات الدولة التي تطلع إليها المواطن وتتطلع إليها النخب السياسية والمتمثل باتخاذ القرار العراقي العراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية خشية ما وصفته بوصول المشهد السياسي في العراق إلى حافة الهاوية مؤكدة أن الحوار هو سبيل الخروج من هوية حقيقية باجتماع يشمل التيار والقيادات السياسية دون النظر إلى الوراء والسير خطوة إلى الأمام موسيقى 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 موسيقى